الاحتفال بإيقاد شمعة الذكرى السنوية الثانية لبدء عام دراسي جديد ومتميز هذا ما قامت به كلية الصيدلة في جامعة العميد لتكمل المسيرة في مجال التعليم الصيدلاني كالعام الذي مضى ساعية إلى تحقيق أهدافها وهي أعداد صيادلة أكفاء يمتلكون القدرة على العمل في المجال الطبي والصناعي والبحث العلمي حقيقة اليوم الفرحة تكتمل ببدء العام الدراسي الجديد وبدء السنة الثانية لكلية الصيدلة حقيقة هذا الاحتفال الذي تقيمه عمادة كلية الصيدلة هو احتفال تكريمي لأساتذتها الذين بدلوا الجهد الكبير في العام المنصر بكذل مصاعبه ولطلابها الذين كانوا الأوائل في العام المنصر حقيقة نحن نفتخر بوجود كلية الصيدلة بهذه المميزات وبهذه المعايير والمواصفات الدراسية التي ظهرت ملامحها واضحة في السنة الأولى على طلابنا التكامل والتطور المبدأ الذي دفع عمادة كلية الصيدلة إلى إقام هذا الحفل الذي حضره رئيس جامعة العميد ومعاونه الإداري وجمع من الأساتذة والطلبة والذي ضم بين طياته عدة فقرات افتتح بتلاوة مباركة وكلمة عميد كلية الصيدلة ليتم بعد ذلك قطع كعكة الاحتفال وتكريم الطلبة الأوائل من العام الماضي واختتم الاحتفال بقص شريط المعرض الطلابي المقام في باحة الكلية طلاقا من مبدأ التكامل والتطور حقيقة الآن نحتفل في كلية الصيدلة في إكمال السنة الأولى من حياتها وهذه الكلية الوليدة بعمرها القصير لكن بمنجزاتها التي نفخر والحمد لله والشكر أنه كانت إلى حد كبير مساوية ومنافسة لكليات أخرى أكثر منها وأقدم منها وهذا الأمر لم يكن ليتم إلا بالدعم المتواصل من الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة ومن سماحة المتولي الشرعي وحقيقة من السيد رئيس الجامعة من رئاسة الجامعة العميد الموقرة من السيد رئيس الجامعة كان دعما مباشرا لهذه الكلية إن لكلية الصيدلة رؤية واضحة مستمدة من رؤية العتبة العباسية المقدسة ورؤية جامعة العميد في أن تكون رقما صعبا بين المؤسسات التعليمية المحلية والأقليمية كمرحلة أولى وصولا إلى العالمية لاحقا وذلك من خلال خلق جيل جديد من الصيادلة المتسلحين بالعلم الأكاديمي والروح الرسالية التي تسهم في رخاء الإنسانية وتقدمها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة